أدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين الصف الثاني اللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا بكم في درس جديد من دروسنا المصورة لمادة اللغة العربية أبناء الأعزاء لا تنسوا الاشتراك في القناة قناة الأندلس على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد لدينا عنوان درسنا هو ضرف الزمان والمكان فافتح كتابك معي حفظك الله صفحة 156 وانتبه معي التهيئة ومع نشيد الوحدة الذي أظن أن أغلبنا قد حفظه سأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الحفظ والفهم اللهم أمين في كل صباح ومساء عندي أفكار بيضاء أحلم أن أحيا في الجو فوقي تحتي نور سماء أصنع من ورق الكرتون صاروخا يعلو لفضاء أركبه أركبه وأطير إذن وأحلق بين الأجواء سأصير سعيدا جدا حين أكون من العلماء وقلنا أن كل إنسان مننا عندما ينجز شيء وتفوق في شيء يشعر بسعادة كبيرة جدا عندما تحفظ شيء تتعلم شيء تشعر براحة نفسية وسعادة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ما يحب ويرضى اللهم آمين سيمتنا التربوية هي التقوى والتي تتحقق من خلال الصوم وقلنا أن الصوم غايته وهدفه الأسمى هو التقوى لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون لعل هذا الصيام يحقق فيكم التقوى والتقوى هي الخوف من الله معنى التقوى أن نخاف من الله سبحانه وتعالى وقلنا أن كل واحد مننا يستطيع أن يخلو بنفسه ويأكل أو يشرط فلماذا لا نفعل ذلك؟ رائع إنها التقوى إنه الخوف من الله لأننا نعلم أن الله يرانا في كل مكان وعلمنا بأن الله يرانا يمنعنا من ذلك أسأل الله أن يجعل صيامنا مقبولا وأن يرفع عنا البلاء والوباء اللهم أمين أهداف درسنا توقع منك أيها الطالب النجيب بنهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تحدد ظرف الزمان والمكان تحديدا دقيقا مفرقا بينهما ما الفرق بين ظرف المكان وظرف الزمان ثم بعد ذلك تستخدم ظرف الزمان والمكان استخداما صحيحا ومع الهدف الأول أن يحدد طالب ظرف الزمان والمكان تحديدا دقيقا ماذا ترى في هذه الصورة؟ ماذا ترى في الصورة؟ رائع الكرة تحت رائع لا يا أستاذ فوق الكرة فوق الكرسي إذن الظرف هنا هو كلمة فوق أول ظرف أخذنا هو فوق وفي هذه الصورة نفس الكرة ونفس الكرسي أين الكرة الآن؟ الكرة تحت الكرسي رائع نعم الكرة تحت الكرسي رائعون وهنا أين ترى القطة؟ رائع من قال خلف الكرسي القطة خلف الكرسي رائعون هنا القطة أمام أم خلفه؟ أمام الكرسي رائعون هكذا أخذنا أربعة ظروف للمكان فوق تحت أمام خلفه هكذا حفظناها فوق تحت أمام خلفه أربع ظروف تعبر عن المكان ماذا ترى؟ طالب النجيب مثلكم يصلي إذن نقول أتوضأ قبل أن أصلي وهل يصح هنا أن أقول أتوضأ بعد أن أصلي؟ يعني الصلاة قبل الوضوء رائع لا يجوز يا أستاذ نعم الوضوء قبل الصلاة هنا أتوضأ قبل أن أصلي وقبل هذه دلت على المكان أم على الوقت الزمان؟ رائع دلت على الزمان إذن هنا هذا ظرف زمان وليس ظرف مكان رائع المثال الثاني رائع أغسل يدي أغسل يدي بعد تناول الطعام وإن قلت قبل تناول الطعام فهو صحيح أيضا أن الأصل أن نغسل أيدينا قبل الطعام وبعد الطعام والآن بعد كل ملامس لأي شيء نغسل أيدينا في هذه الظروف التي نسأل الله أن يرصعها عنا وعن المسلمين قريبا اللهم آمين أغسل يدي بعد تناول الطعام والآن نريد أن نوظف هذه الكلمات في جمل من خلال حل هذا السؤال استخدم ظرف الزمان والمكان استخداما صحيحا السؤال أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة ثم أقرأ بعد أن أضع الكلمة في مكانها أقرأ الجملة كاملة أستأذن الدخول فوق تحت بعد قبل أمام خلف أي ضرف من هذه تناسب أستأذن بعد الدخول بعد ما أدخل الغرفة أو البيت أستأذن لا لا يصح أستاذ قبل أستأذن قبل الدخول المثال المثال الثاني صلى حمد الإمام في المسجد صلى حمد خلف الإمام أم أمام الإمام خلف الإمام سأل الله أن نصلي جميعا خلف الأئمة قريبا أحمد الله تعالى الانتهاء من الطعام بعد الانتهاء من الطعام رائع أحمد الله تعالى بعد الانتهاء من الطعام وقع قلم الطاولة تحت الطاولة رائع قرأت قصة أمام الطالبة في الصف رائعون أمشي فوق جسر المشات والقدرسنا نريد أن نوظف كل ظرف زمان أو مكان مما يلي في جملة من عندنا من إنشائنا بعد كل واحد الآن يستطيع أن يأتي بعشرات الجمل مستخدما هذه الكلمة بعد رائع أغسي الأسنان بعد تناول الطعام فوق وضعت كتابي فوق الطاولة رائعون في الصلاة أضع يدي اليمنى فوق اليسر رائع خلف وقف القط خلف الباب رائعون الواجب اليومي والتطبيق الأسبوعي حفظكم الله ورعاكم وهذا هو اليوم الأخير في التطبيق الأسبوعي من نسي فليجب التطبيق حفظكم الله ورعاكم ورفع عنا وإياكم كل وباء وبلاء اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر